اليوم السيد رئيس الحزب الآخ عزيزة خنوج قام بصرد التقرير سياسي للحزب كما تمت صرد التقرير المالي وكان هناك نقاش ومن بين المواضيع التي تم طرحها هو الإنجازات الحكومية في نصف الولايات ويمكننا نقوله كما قال سيد الرئيس أنه منذ الاستقلال حكومة معرفة الأزمات اللي عشتها حكومة عزيزة خنوج من حيث الظروف المستوردة كالكوفيد وكالحرب الأوكرانية الروسية أولى الظروف المحلية واللي إحنا كنعرفوا أننا كنعيش وباقيين والله رحمنا أزمة دي الجفاف وكنعيش وعشنا أيضا الأزمة دي الزلزال وارتفع تضخم وغير ذلك من الأسباب اللي في حال عادي غادي نقوله أن الحكومة غادي تكرس الخدمة دي لها كلها غير باش تفك هاد الأزمات إلا أن الحكومة دي لنا حكومة اللي استطعت أنها تواكب الأوراش والبرامج لستراتها في البرنامج الحكومي دي لها ومشات فيهم ويمكننا نصردوا العديد من الأوراش نبدأ بآخر ما كان فيها واللي كان غير منتظر واللي هو الورش ديال الدعم الشيماعي المباشير إحنا اليوم وفي هذا الشهر كان نحسبه جوجة المليون دي الأسر لتوصلات الدعم الاجتماعي وأيضا الحمد لله هذه الحكومة استطعت تفك واحد المشكل اللي كنا كاملين كمواطنين أو مسؤولين عندنا واحد الحرقة على ودكان مشكل كبير هو مشكل إصلاح التعليم وبفضل الحوارات اللي قامت بها الحكومة برئاسة الآخ عزيز آخ النوش مع النقابات استطعوا أنهم يفكوا المشكل واستفى صيد الرئيس إلى جانب المدرسين وهذا إنجاز كبير جداً كيخصنا أننا نهدروا عليه أيضا هذه الحكومة هذه خصصات في المالية ديالها لبنسبة 22 ولا 23 ولا 24 لفك الأزمات ولمواكبة المشاريع منها المشروع ديال المتاق الاستثمار أيضا الرفع من ميزانية كل من قطاع التعليم وقطاع الصحة أيضا البرامج اللي جات باش تدعم التشغيل كبرنامج فورصة وبرنامج أوراش أيضا ممكننا نتكلموا على برامج التغطية الصحية اللي إحنا الحمد لله دبا تنشوفوا ولو كين انتقادات كيقول أن هذا شي ما زال ما غاديش بحال بحال واحد الزربية مسرحة ولكن راحنا في إطار الإنجاز التغطية الصحية العمومية شخصيا ممكن نقول أنني فاخورة بما ينجز لأنه عاينت شخصيا أنه في بعض المصحات الطبية الخاصة ومستشفيات الخاصة دابا كيخصك غير تعتل بطاقة ديالك ديالها التغطية وما كيطلبوا منك تشي حاجة إلا أنك تشافة وأنهم يقوموا بعناية ديالك أيضا تعتات واحد المبالغ موهم مع عشرات المليون درهم من أجل الوقوف عند أزمة الجفاف أيضا السياحة مني كان عندنا الأزمة ديالكوفيد هذه الحكومة هذه دعمات القطاع ديال السياحة والحمد لله شفنا أنه وهذا الدعم ديالها جاب واحد نتيجة اللي هي مفرحة لهو 14 مليون سائح في هذه السنة هادي وبها تم ضرب الرقم القياسي اللي كان قبل من كوفيد اللي كان هو 12 فاصلة تحود المليون سائح وإن شاء الله كانت طلعوا أنه يزيد يكون هاتشي وهذا القطاع الوزاري راتي يخدم على المحاور الثلاثة اللي عندو ماذا إن شاء الله غادي يكون ازدهار بنسبة الصناعة التقليدية ولا الاقتصاد التضامني وإحنا يدبت أن نقول أنه للأسف ما كيتمش تسويق ديال هذه المنجزات الحكومية ولكن إحنا اللي عن قرب فخور بهم والعمل ديالنا لا على مسوى مجلس النواب ولا كعضوات المكتب السياسي أننا نخبرو المواطنين بكل ما يقوم به هذه الحكومة في احترام الأجندة ديالها في تنزيل الأوراش الملكية وممكننا نقول أيضا أنه سيدنا اللي ينصر عندو مشروع تعزيز الدولة الاجتماعية والحمد لله هذا المشروع هذا خذ المسار دياله والقطار رغماشي وإن شاء الله غادي يوصل في الوقت المناسب وشكرا ومتنسوش تأبنوا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي